السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لليوم الثلاثة 14 تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود بالعقرب رح ينتقل برضو في ساعة الفجر لا برج القوس رح يظل القمر موجود في برج القوس الفترة القادمة لا يعني القمر اول شيء رح يكون في العقرب لغاية الساعة 22 دقيقة فجرا من فجر اليوم الثلاثة وبعدها بده ينتقل للقوس ورح يظل في القوس لغاية الساعة 47 دقيقة من صباح يوم الخميس 16-11 لينتقل بعدها لبرج الجدي طبعا القمر اليوم موجود فيه منزلة الشولة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و7 دقائق من صباح اليوم الثلاثة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا الآن احنا في فترة خلو المسار خلو المسار بدأ الساعة 11 و3 دقائق من مساء اليوم الثلاثة ورح يستمر لغاية الساعة 22 و22 دقيقة من صباح اليوم الثلاثة لا ينتقل القمر بعدها لبرج القوس هذا يعني أنه فترة خلو المسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 22 و22 دقيقة صباحا القمر خلاص بنتقل وباستقر في برج القوس بنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط وبنلتقي بناس أكثر سعادة نتعمق في شخصيتنا أكثر بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهة ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحملة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هذه الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة لزوايا الفلكية ما بعد الانتقال وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وسبع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش منواجه مصاحب عرقيل بتطلب منها أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة ميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية راح تكون الساعة ثنتين وثلاث دقائق عصرا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبرضو تعطينا نوع من أنواع الثقة بالنفس ومنتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية راح تكون الساعة ثنتين واربع واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا أن الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم عادي ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها طبعا إلا إذا كانت مراجعات أو فحصات طبية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر لكن طرق تقليدية ما في أي مشكلة يصلح لإزالة الشعر التجميلي يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلهجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 10.56 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يوم الأربعة 15.11 وبيستمر حتى اليوم التالي أي يوم الخميس حتى تمام الساعة 7.41 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمر يوم واحد في تمام الساعة 5.3 دقائق صباحا بيصير يومين نسبة الإضاءة 3% أما بالنسبة لمزاج الكواكك وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22.11 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الفجر منتحس بنسبة 25% القمر في القوس حتى يوم 16.11 سعيد الآن بنسبة 10% ساعات الفجر سعيد بنسبة 30% ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 45% في ساعات العصر بيصير سعيد بنسبة 70% عطارد في القوس حتى يوم 1.12 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 4.12 منتحس بنسبة 10% المريخ في العقرب حتى يوم 24.11 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31.12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29. 6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27.1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6.12 منتحس بنسبة 15% أبلوتو في الجدي حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة اليوم والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة ولا تكون قاسي مع أحبابك ولا تهمل واجباتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة اتجنب الغضب والانفعال وما تدع أي شخص أنه يستفزك اليوم ويخرجك عن طورك احمي سمعتك وما تشوهها في نوع من أنواع الامتحانات اليوم عشان هيك لازم تنجح في هذا الامتحان قبل الحصول على الجائزة وتحامل على نفسك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكون تنتبهوا لغذاكم وراحتكم وتكونوا واضحين في أولوياتكم وما تدعى أحيي شخص اليوم يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسئوليات واحترم الموعيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبترتفع المعنويات حاول انك تكون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم وبتنتعيش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة تكثر الضغوط والمتاعب وتعتبر هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فعشان هيك بتكون تحاذروا من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن يتعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرفاك برج الميزان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات اليوم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو نزهة بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بناسبك تكثيف التحركات اليوم وبإمكانك أنك تتعبر عن آراءك بحرية وجراءة أمي تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة فترة إيجابية بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا لمرحلة جديدة أو تحدد أولوياتك وميزانيتك المالية ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار برضو هاي الفترة في مصاريف منزلية طارئة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية بتطالع على خبر اليوم أو ممكن تطالع على خبر معين ويكون بمثابة إشارة أو انطلاقة جديدة فترى ناشطة وحماسة يعني رح تعطيك طاقة إيجابية ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتكون تنتبهوا لصحتكم بشكل جيد لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم استريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة فترة صعبة وفارغة فعشان هيك بدك تخفف من وطيرة عملك وما تحسم أي أمر وما تنجرف وراء الكواليس أو الأفكار اللي يعني ممكن تكون سوداء وهواجسك اللي تعطيك شك وغيري وأشياء من هذا القبيل بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة أنت بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد أو نجاح أو تميز أهم شيء أنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة بتغار على المصالحك وطبعا هذا اليوم يعتبر يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر يعني فيه هي فترة ضاغطة على الأعصاب والمعنويات لأنه يعتبر هذا بيت السمعة ولكن أهم نقطة أنك ما تتذمر على مسمع من أحد وأصبر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه 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 أترككم في رعاية الله وحفظه